تسارع وتيرة التحركات السياسية متعددة الأطراف على خط الأزمة والحرب في اليمن على غير عادة الوزراء الغربيين حرص وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت في أول جولة له في المنطقة لبحث ملف الحرب في اليمن على لقاء مسؤول كبير في الشرعية في مهمة تسبق اتخاذ موقف يصف بأنه حاسم لإيقاف الحرب فقد أجر الوزير هانت في الرياض لقاء مع نائب رئيس الجمهورية الفريق لمحسن صالح بحضور وزير الخارجية خالد اليماني كريس وفقا لوكالة الأنباء اليمنية نصف الحكومية منها لبحث العلاقات التاريخية بين البلدين والمستجدات السياسية على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لإرساء السلام في اليمن والعمل المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف الوزير هانت كان قد أجر لقائين مهمين له في الرياض مع العاهل السعودي وولي عهده وهيمنت عليهما قضية مقتر الكاتب البارز جمال خاشقجي في اسطنبول إلى جانب قضية الحرب الدائرة في اليمن وخرج إثرهما الوزير البريطاني بتصريحات اعتبر فيها أن فرص إجراء محادثات لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات باتت أكثر واقعية خصوصا بعدما أكد السعوديون استعدادهم لإجلاء خمسين جريحا من مقاتلي الحوتي إلى سلطنة عمان للعلاج وفي أبوظبي التقى الوزير البريطاني ولعهد أبوظب محمد بن زايد وكان لافتا أن اللقاء تم بحضور عدد من الشخصيات المشاركة في مندد المواطنة الشاملة الذي نظمته وكالة ويلتون بارك البريطانية ومن بين أهم الشخصيات رئيس التجمع اليمن الإصلاح محمد اليدومي وأمين عام التجمع عبدالوهاب الآنسي الذين يرى المراقبون في وجودهما بأبوظبي تطورا لافتا في موقف أبوظبي اتجاه الإصلاح الذي كان قادته وأعضاؤه أهدافا خفية لجانب من عمليات أبوظبي العسكرية في اليمن إلى ذلك أجرى وزير الخارجية خالد اليماني لقاءات في الرياض مع كل من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث والسفير الفرنسي كريستيان تيستو والسفير الأمريكي ماثيا تولار حيث هيمنت على هذه اللقاءات الحرب الدائرة في مدينة الحديدة ومساعي الأمم المتحدة الجديدة لجمع الأطراف في جولة مشاورات أخرى نهاية هذا العام وفيما تستعر الحرب باتجاه الحسم في الحديدة أكثر المناطق حساسية تجاه الوضع الإنساني في البلاد تتسارع التحركات دون أمل قريب بحل ينهي هذه الحرب على نحو ما يطمح إليه اليمنيون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا